أدى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب اللواء سلطان العراد اليوم صلاة عيد الأفحى المبارك في مأرب مع جمع المصلين وعدد من قيادات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والعسكرية والأمنية وأشار الشيخ صالح الحواني خلال خطبتي العيد إلى دلالات عيد الأفحى وأبعاد الشعائر الدينية التي تترجم وحدة صف المسلمين بمختلف لغاتهم ووحدة منهجهم وغاياتهم وأكد الحواني على أهمية وحدة الصف الوطني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها اليمن والتحديات التي تواجه الوطن والثورة والجمهورية والهوية الوطنية أوضح الحواني أن ميليشيا الحوث الإرهابية لا تؤمن بالسلام ولا بحق الآخرين في الحياة وتمارس بكل وحشية الصطوة على الأموال والممتلكات وإغراق الشعب بالفقر والجهل والمرض وشدد الخطيب الحواني على ضرورة تضافر الجهود لمحاربة الظواغر السلبية وأعمال التخريب والتقطعات ونوها بأهمية الاستمرار في مساندة القوات المسلحة والأمن والمقاومة في معركة الذود عن الوطن وتعزيز الأمن والاستقرار والكشف عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة تستهدف السلم الاجتماعي بمحافظة مأرب والمحافظات المحررة ترجمة نانسي قنقر